تلميذ للمسيح الوديع القدوس المتوضع القلب مؤمن مكرس طيع خادم أتعلم الحب تسدور يسوع الكلمات أنمو بالحجمات والنعبات أتشبه بالمسيح الميذ الميذ لسيد المسيح الميذ الميذ وأعيش بالمسيح الميذ أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج التلميذ بعنوان إنسانية يسوع المسيح كانت خطة الله منذ الأزل أن يأتي يسوع إلى عالمنا الرسول بوليس بيقول كده في غلطية أربعة أربعة ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت النموس جاء يسوع ليحقق ثلاثة أهداف هامة جدا نتعرف عليهم أثناء الحوار اليوم في هذا البرنامج ونلقي الضوء على جانب هام من جوانب حياة يسوع على الأرض يمكن مهمل شوية من الكنيسة وكيف تحقق هذا الهدف في حياة تلميذ يسوع وما أهميته بالنسبة لنا بالنسبة للمؤمنين في القرن الواحد والعشرين وكيف يؤثر هذا الهدف الهام على عالمنا وأنا سعيد يكون معي في هذا اليوم الفاضل القص ماجد عدلي راعي الكليسة في أهلا بيك أهلا بيك أسيس أهلا بيك فضل مبسوط خالص لكم مع حضرتك وأنا فخور قوي ببرنامج التلميذ وفخور جدا بموضوع حلقتنا النهاردة أننا نكون بنتكلم عن إنسانية يسوع المسيح سؤالي الأول حضرتك تعليقا على المقدمة ماذا جاء يسوع إلى عالمنا وما هي الأهداف التي جاء ليحققها عندنا في الكتاب المؤدس بيكشف عن الغرض الذي جاء لأجليه المسيح في يحنى 1-18 إنجيل يحنى صاح 1-18 بيقول أول هدف جاء لأجليه المسيح بيقول كده الله لم يراه أحد قط الإبن الوحيد الذي وفع إبن الآب هو خبرة وكلمة خبرة لأنه الله أرسل كلمته فالمسيح هو الكلمة ولأنه الكلمة فهو أعلن بالخبر لما يقول للناس إن الله محبة الناس محتاجة تعرف يعني الله محبة جي المسيح جسد هذه المحبة فالكتاب ما بيتكلمش بيقول إن الله عنده محبة لكن بيقول إن الله محبة فطبيعة الله محبة بيقولش إن الله عنده قداسة لكن بيقول الله قدوس فبيتكلم إن دي الكينونة بتاعت الله فحتى في الترجمة يقول جاد إز هولي جاد إز لوف مش هاز لوف فالمسيح جي بالكينونة دي بكينونة الله فعرفنا يعني إيه الله محبة فقدم لنا المحبة للخطاء لأعداءه لكل العالم حتى لصالبي قدم المحبة اللي هي طبيعة الله فقدم المحبة للعالم كله لأن الناس مكتش عارفة يعني إيه طبيعة الله يعني الناس كانوا بتسمع عن الله لكن مش عارفة الله لكن لما جي يسوع كشف لنا أو أظهر لنا أو وضح لنا من هو الله إيه الهدف التاني الهدف التاني كان جاء المسيح بحسب مرقص عشرة خمسة واربعين ليفدي الطبيعة البشرية بيقول أن ابن الإنسان جاء ليبزل نفسه فدية عن كسرين فيقول لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل يخدم وليبزل نفسه فدية عن كسرين فجاء المسيح ليبزل نفسه فدية عن كسرين لأن كل الزبائح فشلت في أنها تعمل رد الإنسان لله وأنها تكون كفاية للسقوط اللي سقطه الإنسان فجاء المسيح الله الذي ظهر في الجسد لكي يبزل نفسه فدية لكسرين إيه الهدف التالت الهدف التالت يجسد الإنسان الجديد بحسب فكرة الله يورينا أن ينفع إنسان يعيش فكرة الله لو قلنا أن الله قدم وصية الله دانا المسيح نموذج لطبيق الوصية وعطانا الروح القدس قوة تتميم الوصية لو قلت أن الله قدس وراني إنسان ينفعيش القداسة رحم الدين يروح القداسة عشان أقدر أعيش بالقداسة كل الأديان بتتكلم أن دي الوصية اعمل أقصى جهدك أنك تنفذ الوصية لكن المسيحية لأنها مش دين لأنها حياة فالله قدم وصية القداسة ورانا المسيح إزاي عاش القداسة دانا الروح القدس قوة القداسة فبيتكلم بكل بساطة في كورينسوس الأولى خمستاشر سبعة واربعين عن إنسان أول في الأرض ترابي ده آدم الإنسان التاني الرب من السماء سماوي فكما لبسنا سورة الترابي سنلبس سورة السماوي دي حالة أبدية لكن الإعلان السماوي هنا إن فيه إنسان ينفع يعيش القداسة إنسان ينفع يعيش المحبة فنقول إن الله كل القدرة ظهر في الجسد لكي يبرهن ويبين لنا أن هذا النوع من الإنسان متاح بين قوي في متى تلاتة سبعة عشر متى تلاتة سبعة عشر لما اعتمد المسيح بالماء من يوحنة سمع صوت سمع صوت يوحنة وده كان برهان إنه هو ده المسيح الله اللي ظهر في الجسد وده حمل الله اللي جيه يرفع خطية العالم قال كده الصوت في السماء باين قوي وواضح هذا هو ابن الحبيب الذي به سورة له اسمعه بيقول أكتر من مرة اتقل كانت اتقل مرة في المعمودية ومرة تاني بجبل التجلي ده معناته إيه؟ ده معناته إن الله منتظر من آدم إن يعيش بحسب الوصية آدم فشل منتظر إن نوح يعيش بالوصية نوح فشل منتظر إبراهيم خليل الله هذا الخليل خليل الله أقوى حتة فيه وقع فيها إنه كدب مبقاش هو اللي محطوط فيه الرجاء والأمل إنه ممكن يكون نوع الإنسان اللي يرضى الله هكذا موسى الحليم نفسه غضب أقوى حتة في موسى إنه كان حليم إنه هذا الحليم غضب تخيل عشان كده الله ميشي مع كل الأنبياء لغاية ما وصل لنوع الإنسان اللي هو حبه رح أقال كده هذا هو ابن الحبيب الذي به صرت فنوعية الإنسان اللي الرب حبها هي يسوع حضرتك عارف إنه إحنا ككنيسة عامة بنهمل الكلام كتير عن إنسانية يسوع نعم رغم إنه فين بواية كتيرة بتتكلم عنها في آية مثلا حلوة في أشعياء خمسين أربعة لو حيك ممكن تقرأهنها وتشرحنها يبقى حاجة حلوة بيقول الكتاب في أشعياء أعطاني السيد الرب خمسين عدد أربعة أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين لأعرف أن أغيس المعي بكلمة يوقز كل صباح يوقز لي أذنا لأسمع كل متعلمين وفي فرق جبير جدا بين شخص معلم وشخص متعلم الفرق لو قلت إنه الأسقف يكون تيتشبل يكون شخص قابل للتعليم قابل للتعليم عنده قدرة منفتح لو قلنا إن المسيح كان متعلم يقول عنده الكتاب تعلم الطعب مما تألم به ففي فرق جبير قوي بين شخص معلم وده اللي كان يفرق يسوع عن الكتبة والفرسية كان يعلم كمان له سلطان وليس كالكتبة ليه لأنه هو نفسه كان الصبورة اللي بيكتب عليها الدرس لما قول هو ما عصش عن القداسة لكن هو كان القداسة هو ما عصش عن المحبة لكن هو كان المحبة هو ما عصش عن قبول الآخر لكن هو كان قابل للآخر فكان حياته نفسها رسالة فلما أعطاله الرب لسان المتعلمين فيه فرق بين لسان المعلمين ولسان المتعلمين لسان المعلمين ده لسان متعالي إن شخص من فوق بيعلم الناس وبس وممكن يعلم كلام أراه يعني حتى لو أرى الإنجيل أرى كتب مؤدسة هو بيعلم كلام أراه لكن المسيح ما كانش بيعلم كلام أراه لكن أعطاله لسان المتعلمين معناته أن ستيل بيتعلم إنه كإنسان عشان كده كان مهم قوي إن يبقى إنسان يحس باللي بيتجرح فهو من تلاميذه اتجرح فيه اللي خانه وفيه اللي هانه وفيه اللي سابه وفيه اللي تاركه فيه اللي أنقره فيه اللي شك فيه ومع كل ده أرسلهم ووصق فيه عشان كده ده لسان المتعليم ماكانش بيه ينصحني ويوصيني بالغفران وهو مش عارفيه غفر فهو كان متعلم الغفران قدر يعلم كمتعلم هل من المهم أن تكون حياة يسوع الإنسان موضع دراسة لنا في كنائسنا في هذه الأيام؟ هو بصراحة يعني ده مهم جدا لأنه خسارة أن يكون فيه فجوة كبيرة أوي بين الحياة اللي عاشها المسيح على الأرض وبين الكلام اللي احنا بنقوله ككنيسة الكنيسة مهمة أوي أنها يكون دورها أن هي مش موجودة عشان تضي حصص دين مسيحي في الكنيسة فالكنيسة مش مفتوحة العصص دين مسيحي لكن الكنيسة موجودة عشان كراعي وكقادة في الكنيسة يعيشوا حياة المسيح ويقدموا هذه الحياة للآخرين والآخرين يقدموها للآخرين فيحنى الأولى 2-6 ودي أهمية أنه يكون حياة يسوع الإنسان موضع دراسة للناس فيقول من قال أنه ثابت فيه يعني إيه؟ سلمت حياتي للرب إذا تعملت بالروح القدس أنا موجود في الكنيسة أنا شيخ أنا السيس أنا 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 سؤال سابت ولا مش سابت بالضبط فكرة مش فكرة أنا منصبي إيه؟ لكن سابت يعني عايش نفس الحياة فكلمة سابت إنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو قاعدة ده المطلوب مننا وعلى فكرة ده مش صعب لأنه زي ما قلنا من شوية إن الحياة المسيحية الله دانا الوصية المسيحي دانا النموذج الله الآب دانا الوصية أو الابن الروح القدس فالله بشكل عام دانا الوصية الابن كان النموذج لتتميم الوصية الروح القدس قوة تطبيق الوصية يساعدنا يعني فما أدارش أقول سالك أنا مش قادر أسلك لا لا أن الروح القدس موجود في كنيسة هيساعدني هو له يديني ده الحاجة التانية في بطرس الأولى اتنين واحد وعشرين لتلاتة وعشرين ليه مهم من الكنيسة تدرس حياة يسوع الإنسان جوا الكنيسة بيقول لأنكم لهذا دعيتهم فأن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته زي ما عاش إحنا نعيش بعض الناس بتقولها بالارتجال كده تتبعوا إسر خطواته لا خطواته مش إسر خطواته إسر خطواته دي لو هو مجهول لو هو ماتو سابنا لكن هو ستيل موجود بالروح القدس فالذي لم يفعل خطواته ولا يوجد في فمه مقر فالكنيسة تتبع خطواته الحتة اللي داس فيها بدوس فيها أمشي وراه أمشي سكته أمشي زيه أمشي بالضبط حكمته مفاش خباسة فأنا عندي حكمة مفاش خباسة عندي حب مفوش شرياء عندي سلام مفوش تراب نفسه هو فعشان كده الذي شتم لم يكن يشتم عوضا واستألم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بخضاء دي حياته فنتبع خطواته وده مش صعب خطواته إن المسيح نفسه مش حد كان عايش وسطينا ولو أنا حاولت عيشها الواحد يجب صعب لكن لو الروح القدس يساعدني واطلب منه يساعدني لنعيش زي المسيح ده موك عشان كده قال إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة في الفكر ده إن كل الناس اللي في آدم تعصورهم يطلعوا آدم كل الناس اللي في المسيح تضغطوا الضغط نفسه يطلع مسيح ما يطلعش آدم وده عمله الروح القدس في تنيس عايزين نقل إن شوية صور عملية نحتاج لبعض الصور من حياة يسوع التي عاشها بطريقة عملية أمام تلاميذه المسيح مثلا قدام التلاميذ في ماركوس 1.35 ماركوس 1.35 يقول كتابه في الصبح باكرا جدا قام وقرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك فعلمهم الصلاة لا على فكرة هو معلموش هنا الصلاة ده هو ما شافوه شافوه مش قالوهم إيه تعالوا ده هو ما شافو كل يوم بيعمل كده مش كأنه مثلا بعلموش تعالوا الرورية ما هو ده قال بقى المتعلم اللي هو مش المعلم هو نموذج رائع جدا زي ما كون يقولون في الجيش بيان عملك على المعلم يعني المشكلة لو الأسوس في الكنيس بيعلم عن الصلاة لا بيعيشوا زي المسيح ما عاش المسيح الرعية هتعيش زي المسيح لأنه شافوه هم هم عايشين ازاي المشكلة مش في التعليم المشكلة في القدوة صحيح فهو أنا في الصبح بكرا جدا قام وقرج ومضع إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك ما علمهمش صحيح لهم شافوه في كل يوم بيعمل كده عشان كده يحبوا الصلاة وعد شوية هيسألوا أعلمنا بالضبط ده نموذج هنا مازج تاني علمهم الصلاة ودي الخلوة الروحية أنه كان يعمل هذا في الخلاء يختلي في متى 28 بيقولي كتاب للسعالب أو جرع ولا تيوري السماء أو كار أما ابن الإنسان ليس له أي ناس ند رأسه هنا فكر الإخلاء رغم أنه بيملوك كل حاجة لكن ما بيدورش على راحته لكن بيدور على الخدمة زي ما قلنا من شوية ابن الإنسان جاء ليغدم لا ليقدم فلو أنا موجود في هذه الحياة أنا موجود للخدمة أنا موجود للبزل موجود أن أنا أكون بقدم نفسي للرب والولاده مش جاي أخذ لكن جاي أعطي ولما بعطي مش عشان أخذ لكن بعطي عشان أنا أخذت من الرب من الصور برضو الجميلة كلامه الإيجابي عن يوحن المعمدان في متى 11 الجزء كبير شوية من عدد واحد لعدد 14 بيقولوله عن يوحن المعمدان تسمح لي أرى لك النص الأول بعدين حيك تشرحه على مالك عشان تخلي المشاهد يستمتع معنا بالنص ولما أكمل يسوع أمره لتلاميذه الإثنى عشر انصرف من هناك ليعلم ويكرز في مدنهم وأما يوحن فلما سمع في السجن بأعمال المسيح أرسل إثنين من تلاميذه وقال له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر فجاب يسوع وقال لهما اذهب واخبر يوحن المعمدان بما تسمحان وتنظران العم يبصرون والعرج يمشون والبرس يطهرون والصم يسمعون والموت يقومون والمساكين يبشرون وطوبة لمن لا يعصر فيه وبينما ذهب هزان ابتدى يسوع يقول للجموع عن يحن ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا أقصبة تحركها الريح لكن ماذا خرجتم لتنظروا إنسانا لابسا سيابا نعمة هو ذا الذين يلبسون السيابا نعمة هم في بيوت الملوك لكن ماذا خرجتم لتنظروا نبيا نعم أقول لكم وأفضل من نبي إن هذا هو الذي كتب عنه ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك حق أقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحن المعمدان ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه من أيام يوحن المعمدان إلى الآن ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونهم لأن جميع الأنبياء والنموس إلى يوحن تنبأوا وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إلي المزمع أن يأتي شرح لنا أن المقطع ده جميل كلامه الإيجابي عن يوحن معناته إيه؟ معناته أن ملكوت الله لا يملكه إنسان لكن ملكوت الله هو ملكوت الله لا بس كلامه الإيجابي في وقت زي كده صعب جدا يعني ميجي واحد بحضرتك قاعد مثلا في الكنيسة أو في اجتماع درس كتاب أو مجموعة تلمزة يقول لك يا أسيس هو أنت أسيس ولا مش أسيس أنت طبعا تخد أو تنزعج أو تحس أن أنت إحراج شديد يعني حتى لو عايز يسألك من الأدب يأخذك على جانب ويسألك يقول ده بالناس ويقولوله ويوحنب يقول هو أنت لأتي أن ننتظر آخر دي يعني هانة كبيرة لكن شوف يسوع الحل والإنسان الحل يعني لم يجي واحد يكلم علي ويتهمني أو يشتمني أو يهاجمني في هويتي أو في شخصيتي أو في خدمتي أنا رد فعل طبيعي بقاوم أو عايز أدفع عن نفسي لكن يسوع ما عمدش كده الجمال الحقيقي في كلامه عن يوحنى المعمدان وأنه فعلا ما هاجمش يوحنى هو إحساسه بالمشاعر اللي موجود فيها يوحنى أنه هو كشخص رغب أن يشاهد عنه في صح واحد من إنجيل يوحنى ويتكلم أنه هو حمل الله الذي يرفع خطيطة العالم لكن اللي مر بيه يوحنى الرب نفسه حاسس به وهو ده اللي سأل المتعلمين أن أنت النهاردة نتيجة إحباط معين بتسألني السؤال ده نتيجة الضغوط أنت بتسألني السؤال ده فأنا بشوف مش بس اللي أنت بتقوله لكن المشاعر اللي وراء اللي أنت بتقوله يعني ممكن أن أتعلم أن أنا أغفر للناس أو أسامح الناس أو ما دقيقش من الناس أقدر ظروفهم ربما يكون فيه حاجات ضغطة عليهم خليتهم يقولوا كده بالضبط فهو بحكمته بصل المشاعر اللي وراء الكلام ده كمان هو ما عندوش أزمة معززاتية يعني أنا كأسيس مش متصالح مع نفسي لو جاء حد هني في أسوسيتي وأنا شخص حاسس بالنقص هحس بالغضب لكن لأن أنا مش باخد إمتي من تأدير الناس اللي ينقطع مهم فده مهم أني أنا تأديري موجود وإمتي موجودة فعشان كده هو ما عندوش مشكلة في القيمة يعني المسيح إذا تعلم أعمل كده ده السؤال العملي يعني نفسي والمشاهدين بيتابعونا يتعلموا درس مهمة عن كده المسيح الإنسان اتصرف إزاي كإنسان ما عندوش الزاتية أنت قلت حتى مهمة قوي الزاتية دي مش مأثرة عليه قوي ما هي دي أكبر مشكلة في كنيسنا كلنا بالضبط يعني كله بيدور كله بيدور يثبت ذاته يثبت ذاته يثبت هويته وأي حد يهين الهوية دي أو الزات ده هو بيأخدها من الناس فبالتالي لو الناس ما دهتلوش يعني يدائل لكن لأنه لو خادها من الله وتعلم أن يقعد قدام ربنا هو الله كبير وبيكبرنا و الله عايزنا فوق زي النسور مش عايزنا حاجة كده يعني حقيرة تحت كلما الشخص حسن هو تحت عايز الناس ترفعه لكن لأنه حسنه مرفوع فبالتالي مش فارق معاه اللي رفعوه رفعوه اللي ما رفعوهش ما رفعوهش فالمسيح حس بالمشاعر اللي حس بيها يحنى وبالتالي كلمه كلام إيجابي حاجة من الحاجات المهمة قوي إحساسه بالأمان تجاه يحنى يعني ما يجي وقول له إيه يعني إن ده يحنى يتكلم كلام إيجابي جدا عنه أفضل موليد النساء يحنى شخص رائع إنه مش هيجي حد زيه ما عندهش غيرة لأنه هو حاسس إن الموضوع يعني ده ده للملكوت النهار ده أنا موجود بكرة سايبه فعنده أمان الحاجة المهمة كمان إنه فاهم كل واحد دوره يعني هو كان فاهم دور يحنى إيه وفاهم هو دوره إيه وده اللي كان بين المسيح ويحنى فعشان كده هو ما تديقش لكن كمان أقدم نموذج صعب إن أنا أعيش غير لم أفهم أو أتعلم أو أقول لربنا ساعدنا أعيش ده المسيح في الموقف ده أكبر حاجة بتتعبنا في الخدمة أو في التنيسة أو في المجامع وحيطك عارف الحاجات دي هي إن أنا أعايز إن الناس تقدرني وحقق نفسي لكن في الوقت اللي حد يمس كرمتي لا بقى الزبط لكن شوف يسوع الحلو هو قاعد وسط الناس وبعين بيقولوله يعني أنا كان نفسي إن الناس دولة يأضوه على جنب اللي هم مرسين بتوع يحنى لا أقوله قدام الناس يحنى بيقول أنت هو الآتي أم ننتظر آخر يعني صراحة ويتكلم كنا نجابي جدا عنه ما يجيش مرد فيه البقى يعني كممكن مثلا هو حد مننا أو حد من العالميين يقول أصده بيفهمش أصده مش مقدارني أصده مش أكلمه تاني أنا أحمله بلوك لكن خالص خالص بالعكس شاف المشاعر وراء الكلام وبدأ يفهم إن أنا إمتي مش بأخدها فإنت فهمني أو مش فهمني لكن إمتي وأخدها من السماء وأنا جاي بقيمة والقيمة دي ما تتهزش يعني المسيح لم يؤثر فيه متحن ولا قطحن ده المسيح لكن إحنا إمتنا منين بردو من السماء طبعا إحنا إمتنا إحنا أولاده إحنا أولاده من السماء هو قال لنا أنت أولادي بالزبط فلو أنا ابنه وحس بالمكانة دي ده حاجة جميلة جدا ولا هتأثر ولا هتأثر بمتح يرفعني الفوق ولا هتأثر بقطح ينزلني التحت هذا ليه إمتي سبتة لا حاجة بتطلعني ولا حاجة بتنزلني ولا حد بيقولي خدمتك رائعة ولا حد بيقولي ما فيمتش حاجة من خدمتك لاتنين مش بيأثر وفيقا برجع بكل ده ربنا باخد إمتي من الرب مش من كلام الناس مرتين حاولوا يخطفوه مرة حاولوا يخطفوه من على الجبل عشان يعملوا ملك هرم اختفى عنه مرة خطفوه بيخطفوه عشان يرموه اختفى لا همه اللي بيرموه ولا همه اللي بيعلوه ما همش لاتنين ليه لأنه عنده قيمة وفاهمة والمؤمن لو تبع المسيح بإنسانية يسوع اللي كان بيها بشكل طبيعي على الأرض عشان يعلمها لنا وعشان كده الكتاب سجل المواقف دي كلها سجل ما هو إيجابي وسجل ما هو سلبي لما سجل كل الكلام ده سجله بغرض ايه بغرض ان احنا نتعلم لأن كان يسوع هو النموذج الذي أرضى الله لو احنا في علاقتنا مشينا بالنموذج ده احنا بنرضى الله في سؤال جالي من الكنترول بيقول يعني ايه الفرق بين النقد والنقد البناء او حد يعاليني وحد يوطيني احنا عمتا كمصريين او كعرب مش متعلمين النقد كويس ما نستحملش النقد النقد بنسبلنا وبعض حتى الناس لما تيجي تعمل ايه حتى لما تيجي تنقضنا بتقول ما هو سلبي لكن بص المسيح مع ملاك الكنيسة في سفر الرؤية يقول له ايه يقول له النقد من ثلاث نقاط من ثلاث مقاطع يقول له انا عارف اعمالك وتعبك وصهرك لكن عندي عليك شيء واشير عليك بكذا فقال ايه قال ما هو ايجابي في الاول ده النقد ده النقد البناء ما يحتاج الى تغيير وكيف ازاي تغير لو انا مثلا كل زوج مع زوجته الاب مع ابنه الراي مع كنسته التلميذ مع بعض لو بقول يا شيخ صمويل هذا ما هو ايجابي انت تفعله لكن تحتاج الى تغيير الامر الفلاني وانا ساعدك في التغيير ده حاجة بناء هو ده النقد البناء طبعا العالم ما كانش بيعمل كده في المسيح لكن كان يقولوله بيكا شعيطان ماذا ويقولوله انت لا احنا احنا ابناء ابراهيم ولو نولد من زنة شوف انت نفسك ولا ما يتأثر لكن شوف لو احنا كمان يعني صحيح بنقول نعيش زي المسيح لكن في نفس الوقت هنعيش برضو زي المسيح ما كان بيكال الملاك الكنيسة يعني انا احتمل النقد ماشي لكن في نفس الطريقة لو احنا جوه الكنيسة لازم نتعلم النقد لان الكتاب بيقول في العالم سيكون لكم ضيق فانا مش مستني ضيق من الكنيسة انا مستني بنيان من الكنيسة فالمسيح مع الكنيسة رح قال لملاك الكنيسة ما هو ايجابي ما يحتاج الى تغيير وكيفية تغييره انا عارف اعمالك وتعبك وصهرك فيه ابراشييشن هنا فيه اطراء على اللي انت بتعمله حاجة التانية ايه اللي محتاج يتغير يتغير ازاي وساعدك ازاي لو بنعمل كده مع بعض يبقى احنا فعلا نموذج جميل جدا للمسيح فان احنا بنساعد بعض للتغيير انا بصراحة عجبني اوي مات 11 وشجع الاخوة المشاهدين والاخوات اللي بيتابقونا اقلوا مرة تانية يحنى 11 ويشوفوا روعة انسانية يسوع ازاي عاش موقف صعب جدا وكان رد الفعل انه هو كلام مشجع ورائع جدا ليحنى المعمدان فاي حد يهجمك او يسئلك هو الاسيس اشار لحاجة حلوة حتى في البيت بين الزوج والزوجة ممكن اني كلمة وحشة انا اقول كلمة حلوة او انا اقول كلمة وحشة امرأتي تقول لي كلمة حلوة او اولادي او اعضاء الكنيسة ده موضوع صعب بس يسوع عاشه بطريقة جميلة وقت القائية انه هو استقبل الهجوم او النقد او الضغطة اللي هو يواجهها مع الناس بيهجموه في هويته نفسها لكن هو رد عليهم باروح كلام في اصعب وقت ده اللي انا نفسي اقول يا رب سعيدنا اعيش الكلام ده ولنفسي ان احنا نطلع من اللقاء ده النهاردة نقول يا رب خلينا نعيش زي المسيح يكون الردود افعالنا للمواقف الصعبة مختلفة عن الردود افعال العالم ففعلا هنواجه مواقف صعبة لكن ازاي اتكلم بطريقة ايجابية في المواقف الصعبة ازاي اخذ موقف مختلف ازاي ما استسلمش للهجوم ورد بالصعص عين يعني او السن بالسن والعين بالعين زي من المسأل البلدي او العالم بيقول كده لكن احنا كمؤمنين بالمسيح علينا ان احنا نتصرب بطريقة مختلفة يسوع الانسان عاش بطريقة مختلفة وعايزنا نعيش زي الطريقة مختلفة ربنا يساعدنا كلنا السيس في متة تسعة خمس تلاتين مقطع برضو مهمة عن حياة يسوع يقول كده وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجمعها ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب ولما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين لا راعي لهم هنا اذن قال لتلاميذ الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصاد يعني إيه تعليق حضرتك على مقطع زي كده بيورينا موقف يسوع من الناس في إنسانية يسوع في الجزء ده لما جاء جاء المسيح علشان إحنا كمان نتعلم منه الخدمة لما المسيح مع تلاميذ وبيعلمهم إزاي هنخدم الفرق كبير يعني أنا بشوف دلوقتي حاليا الفرق كبير بين اللي كان بيعمله المسيح كمرسل موجود في وسط العالم لفترة يعلم الناس إزاي العمل المرسل يكون وإزاي الإرسالية تكون وأثر في الكنيسة وأنا بشوف إن الكنيسة في سر العمل كان بتعمل كده يطوف يشفي يكرز ويقول إن الحصاد كثير والفعلة قليلون أنا دايما لما باجي أفتكر الآية دي وبعلم الناس فيها الفعلة قليلون لكن بقول الفعلة الحقيقيون قليلون لأن فيه فعلة مش حقيقيون فيه فعلة كل شغلهم إن بعيد خالص عن اللي كان بيعمله المسيح المسيح شغله بره الكنيسة شغله بره الهيكل بره المجامع بره الدين دي كلها شغله في الشارع شغله في وسط الناس دلوقتي إحنا خدنا كل الشغل ده حطناه بن4 جدران دي كارثة وده كارثة إن أصبح مش ده مش ديه ونحن ديه ارسالية يسوع مش ديه حياة يسوع ارسالية يسوع مش بن4 جدران إحنا بنتلمز الناس بنتحرك للناس وبنتلمز بحياتنا يعني مثلا أقول إيه أقول مثلا لو يعني لما بيعجبني مثلا حضرتك والأخت ميرفت تنزلوا وسط الناس وإنتوا كعيلة تبينوا للناس إزاي العيلة بتعيش دي فكر التلمزة إزاي العيلة بتعيش تقعد مع عيلة تعلمهم إزاي إزاي بنختلف إزاي بنقبل بعض إزاي بنحلم مشاكلنا ده دي التلمزة لكن جوا الكنيسة إحنا بنتحص دين مسيحي لكن هنا المسيح علم الكنيسة تخرج تطوف تشفي تكرز حصاد كتير يعني كلمة أنه بيقول لهم ارفع عيونكم وانظروا لأن الحقول قد بيضت الحصاد معناه أن يعني شايفة الناس ترجب بتاعه يعني تل هدف بتاعه صحيح إحنا مش شايفين الناس بالزبط شايفين نفسينا شايفين الكنيسة شايفين الناس بيحضروا معنا لكن مش شايفين العالم والدليل أن بعد واحد وعشرين قرن من انتشار الإيمان المسيحي في الأرض مازال اتنين مليار بس يعرفوا وستة مليار ما يعرفوش لأن اتاخد كل ده وتحجم جوار بعض جدران لا مش شايفين ما عندهمش عنين المسيح للأسف يعني عنين المسيح بيقولك يعني حتى بيقولي تلاميذه شوفوا كده أنا متاعلي إيه زمان يمكن الفلاحين كانوا بيبسوا جلاليه ببيضة كده وسط الزرع الأخضر هو مش مهتم قوي بالزرع الأخضر ده هو مهتم بالناس اللي جلاليه ببيضة ده أقول لهم شايفهم عصاد كثير إحنا مش قادرين نشوف زي المسيح يعنينا مش شايفة غير نفسنا واحتياجاتنا والكنيسة بتاعتنا وخلاص لكن إيه العالم المسيح كان مهتم بالعالم المسيح مهتم بالناس الإنسان عنده غالي جدا وأولاد المسيح لازم يفتحوا عينيهم ويصالوا أن ربنا يفتح عينيهم عشان يشوفوا الواقع زي ما المسيح شايفه اللي حرك بيقولك قلبه قلبه كان وجعه كان فيه تحنن فيه حنان مشتاء يعني بيشفق على الناس يعني كغنم اللي رأي له هنا لو إحنا عندنا شافت الخدمة في الكنيسة تختلف تماما لو عندنا مش هفتش مش هنعمل حاجة مش هنتحرك قلوبنا مش هتتحرك قلوبنا خلاص إنا كده مبسوطين منعمل ترانيم حلوة وده وقت كل الكنيسة عندها فريق ترانيم وطبل وزمر وبعدين إيبو عز الاسيس وخلاص دي الكنيسة بتاعتنا لكن مش شايفين الناس مش شايفين احتاجات الناس مش شايفين أن الحصاد كثير مش شايفينه خالص مش هنتحرك غير لمعنينا تتفتح ونشوف واللي إحنا عايزين نشفى ممكن يشفينا ويفتح عينينا بس نطلب منه عشان نشوف الواقع المؤلم إن الحصاد كثير جدا والفعلة قليليون جدا وده اللي قاله المسيح في أول ذكر الكنيسة لقاله أنت بترسوا على هذه الصخرة أبني كنيساتي وأبواب الجحيم لن تققوا عليها أبواب الجحيم دي مش هتجلنا على المنابر أبواب الجحيم دي الكنيسة هتتحرك ليها هي اللي هتروح وتهاجم أبواب الجحيم هي الكنيسة اللي تهجم مش أبواب الجحيم هتجلنا الكنيسة لكن أبواب الجحيم لن تققوا عليها نروح نخطف من فم إبليس الناس مدمين مخدرات الناس اللي ضايع الناس اللي في الشوارع ده دور الكنيسة ده اللي كان بيعمله يسوع وده للأسف مش كل الكنيسة تستطيع تعمل كده دلوقتي لكن الكنيسة كتلاميذ للرب مدعوة للعمل ده كعمل أولي لأن الكنيسة محتاجة أنها بيقول الكتاب أول حاجة قالها قال اذهبوا مش خبطوا على البيبان ولهم تعالوا الكنيسة اذهبوا يعني الكنيسة تروح مش الناس اللي تروح الكنيسة احنا طبعا حابين أن المؤمنين يتجمعوا في الكنيسة وده اللي كان بتعملوا الكنيسة الأولى كانوا بيتجمعوا للصلاة والكاسر والقبس كان بالجماعة عشان يخرجوا بعد كده يعني الجماعة اليوم ويخرجواite أيام يشحنوا وينزلوا لوسط الناس بوليس نفسه كان بيعمل كده يجمع المؤمنين يشبع بيوم ويصلي معاهم وينزلوا الناس ويقف هو بنفسه بوليس على قد ما كبر في السن لكن برضو كان بيعمل نفس الكلام لغاية آخر يوم في حياتي يسوع والرب بيعمل كده صح في متة 11 برضو مقطع تاني مهم عدد 27 قد دفع إلي المسيح بيتكلم من أبي كل شيء قد دفع إلي من أبي وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن أراد الإبن أن يعلن له تعالوا إلي يا جميع المتعبين والسقيل الأحمال وأنا أريحكم حمدوا نير عليكم وتعلموا مني لأن وديع ومطوضع القلب فتجدوا راحة لنفوس إزاي نتعلم من يسوع الكلمات دي اللي هو بيقول تعلموا مني اللي هو اللي بيقول تعلموا مني تعلموا منه إيه عايزنا كلمة النير كلمة معناتها يوك اليوك ده عبارة عن ناس اللي خدموا في الريف يعرفوا كده كويس أنا عدت عشر سنين في الريف فعارف اليوك كده كويس الخشبة اللي بتتحط على عجلين أو حمرين زي بعض فكان الحرط يتم باتنين قد بعض ما كانش ينفع يحرد بطور وتحتيه حمار فكان يلازم لاتنين يبقوا قد بعض فلما الرب قال يحمله نيري عليكم هو الله عايز يحط يشيل نير مع الإنسان فالله الناس دي ما نفعش تبقى إليها فاحنا ما عندناش إنسان متألة عندنا الله ظهر في الجسد عشان خاطر يحمل نير مع الإنسان فالله صار إنسانا الله قدر يعمل ده فشال النير مع الإنسان وبقى مستواه ظهره زي ظهره شال معاه شال مع النير النير هنا إيه؟ هو نير التعليم كان الناس كل واحد متعلم حاجة الناس حطوا أسقال اليهود حطوا أسقال على الشعب فكان مثلا من ضمن الحاجات اللي كانوا بيعملوها في 613 شروحة للنموس إذا يعني سقط حمارك يوم السبت لا تقيمه فالرب كان يسأله من منكم إذا سقط حماره يوم السبت لا يقيمه ما ده اللي بيقوله الماشنة والجمارة ده اللي قالت المود فحطوا أسقال على الناس في تعليم السبت وتعليم الزبيحة وتعليم كثير فالرب قال تعالوا إليه جماعة المتعبين وسقري الأحمال وأنا أريحكم وده بنتعلموا من الرب إن أولاد ربنا وتلاميذ ربنا يتعلموا من المسيح نفسه إزاي يكونوا مصدر راحة للناس أنا نريد أخذها واحدة واحدة خذف علي كل شيء خذف علي من أبي وليس أحد يعرف الإبن إلا الأب ولا أحد يعرف الأب إلا الأب ومن أراد الإبن أن يعلن يعلن إيه يعني إيه الله يعلن الله تعالوا إليه يا جميع الباحثين عن الله بالزبط النهاردة في نسبة ملحدين كبيرة أوي في كل عالم وفي مصر كمان يقولك تعالوا إليه تعالوا إليه إذا أنت بتبحث عن الله تعالى لي وأنا هعرفك مين هو الله مش هتقدر تعرف الله من غير ما تجي للبسيح دي المرة واحد تعالوا إليه نعم عشان أعرفكم مين هو الله وبعين تعلموا مني هو اللي بيقول كده يا جماعة هو اللي بيقول كده تعلموا مني لأني وديع ومتواضع أقل إيه تعريبك للوداع أنا كان نفسي أكتب تعريب حلو عن الوداع يا المسيح لما نيجي مثلا ولسه نتكلم من شوية في ودعة المسيح كيف احتمل النقد فهذه ودعة إنه شخص لا يتعالى شخص غير متعالي فعرف إزاي يتحمل نقد الآخر من غير عجرفة يعني عكس الوداع نقدر نقول إنه ده شخص متعجرف أنا أقول لك تعريف وشوف أيام أقول لك هي حالة النفس التي تخضع لمعاملات الله دون عسيان ولظلم الناس دون انتقام طبعا أقولها مرة تاني الوداع هي حالة النفس لو يقدر المخرج اكتبهنا إيبا كويس أو الوداع حالة النفس التي تخضع لمعاملات الله دون عسيان يعني أنا أي حاجة تجيلي مرة تجيلي مشكلة أطرت من الشغل عندي أزمة مادية عندي عيال فيهم مشكل أنا هخضع لأن أنا وديع فبقبل اللي بيحصل ولظلم الناس دون انتقام حتى ناس لما تظلمني أنا مش هنتقل دون انتقام وهو دا اللي قاله بطرس في رسالته التانية للجزء اللي كان الأسيس بيرافع صاح 2 ولك هي ظلمة فلم يفتح فيه بل كان يسلم لمن يقضي بعد دا حالة الوداع على الإنسان الوديع لو هو مش بيدور على حقه أنا عايز أعترف قدامكم الحد نارضة بحاول أتعلم الجزء دا أو بحاول أتعلم التعليم المهم بحاول أتعلم اللي قاله المسيح تعلمه مني لأني وديع عايز المؤمنين والخدام والأسوس والكهنة والأساقفة والبطاركة يكونوا متواضعين زي المسيح أنا بيعجبني البابا فرانسيس جدا شخص متواضع بيورينا صورة عملية للتواضع لما يبوس رجلين الناس ويغسل لهم رجلهم على الهواء هو مش بيعملها كده يعني عشان يصوروه لا هو بيعملها دايما كل سنة بيعمل كده ليه عشان بيقول المسيح عمل كده وأنا أقل حاجة أنا أعمل كده ياريت نتعلم المسيح عايزنا نكون ودعاء زيه دي أروح حاجة تحصل في الكنيسة وفي القدمة ومع الخدام يا رب ساعدني أكون وديع زيه بسمي إسان إيه رأي حضرتك يا أنا بشوف في ودعة المسيح احتماله للنقد احتماله للأهنوم صح فعرف إزاي يحتمل يعني ممكن حتى على الصليب في ودعته بيقولوله إن كنت من الله خلص نفسك وإي أنا في ودعته ما تعصبش عشان كده عرف يكمل الرسالة للنهاية أوقات كتير جدا غياب الودعة بتخليها مش عارفين يكمل الرسالة للنهاية بننسحب صح بسبب الكبرياء والعجرفة في آية حلوة برضو في لقى 15 واحد قالت كده وكان جميع العشرين والخطاء ينون منه ليسمعوا إيه اللي نتعلمهم من الآية الحلوة دي من حياة يسوع يا أنا نفسي إحنا وإحنا متعلم من يسوع ومن إنسانيته إحنا ككنيسة نفتح أبوابنا للخطاء ونفتح مش بس أبواب كنيسنا ونستناهم يجوا لكن إحنا محتاجين نتحرك للخطاء بكل نوعياتهم نحن نحبهم في الأول إحنا القبول هو المسيح أسألك أسئلة شخصية باعتبارك أسيس يعني تفضل مع احترامي يعني لو واحدة يعني ست محترمة دخلت بس لبسة لبس يعني ما يمسيش معنا في الشرق كثير يعني تمام يعني هنا في أمريكا ممكن أي حد يبلس حدش يبص عليه لكن أنا أقول بمسلم في الشرق ومصل ودخل الكنيسة عندنا واحدة يعني لبسة نص لبس إيه موقف الكنيسة منها وإيه موقف الناس وهم قاعدين بيعملوا إيه هي المشكلة مش بس في النساء أنا بدي مسألة أنا حدي عشر أمسلة دلوقتي وأنا بعد أسألك أسيس إيه رأيك أنت يعني هو الفكرة فكرة هنقبلهم هنقبل راحة بي واحد مثلا سكران واحد بيشرب سجارة بداخل إيه موقفنا منه هنعمل فيه إيه هي الكنيسة كتاب بيقول جسد المسيح مش أبوابها بس يعني مش المباني لكن الكنيسة تعرف إزاي تتعلم تقبل النوعيات اللي زي دي أنا شخصيا قدرت أقبل نوعيات من الناس الصعبة جدا بس كنت بركز مع الناس في حاجة حضرت الشيخ صمويل إن الرب بيقبلك زي ما أنت عشان تكون زي ما هو ودور التلمزة هنا إن نعمل البروزيز ده شخص يقباله زي ما هو زي زكا المسيح قبل زكا زي ما هو عشان يكون زكا زي المسيح فلو الكنيسة تعلمت من المسيح قبلها لزكا العشار تقدر تقبل مرأة خاطئة زي ما المسيح قبلها سامرية زي ما المسيح قبلها فلو الكنيسة قدرت تقبل دول من غير روح العجرفة يعني مثلا لو اتماعت إن واحدة يعني سيئة الصمعة زي السامرية نقبلها سيئة الصمعة ومعروفة والبلد قليها عرفها عشان كده ما حدش بيتعامل معها لكن المسيح يمشي ثلاث ساعات عشان يتقبل معها ويقعد معها ويقول لها أسرار عظيمة قال لها الله يروح والذين يسجون واحدة زانية يعني عاهرة هو ده هو حالها السامرية لكن هو راح لها وقبلها زي ما هي هل احنا بنعمل كده ولا بنعمل حاجة تانية مختلفة هي الكنيسة زي ما بقول يعني تبطل تدرس دين مسيحي وتوصل للناس وتقبل الولاد والبنات اللي حالتهم صعبة العيال اللي عاملين شعرهم مش عارف ايه اللي جاين شعرهم او لابس حالة ودنه او اللي مش عارف ايه وفاديو دولوا لا 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 الكنيسة لا بالعكس الكنيسة تقبلوا والكنيسة تفاهموا كده انا بقبالك زي ما انت عشان تكون زي المسيح ناس كتير جدا تحت شوية آيات بمفاهيم دينية بقى مش روحية بتكره الناس تقولك اخامي الى صغيرة وخامر العجين كله يا عمد هاي بقى وضعيالنا اعزلوا من وسطهم اعزلوا الخبيس اه اعتذروا كلام كبير لأسباب دينية احنا بنرفض نكون على صورة يسوع في قبول الآخر كان ممكن لأسباب دينية ان المسيح ما يخشش عند الخطاء ما يخشش للخطاء بيقول انه كان بيتعامل مع الخطاء بيتعامل مع العشرين والناس تتكلم عليه الآية بتقول ايه جانا جميل العشرين والخطاء يدنون منه يعني ايه يعني كان فيه مغناطيس الزبط فهم حاسين ان هو بيحبهم فهم بيروح عنده احنا الكنيسة مقفولة يا أسيس ده نفس اللي كان حاصل مع الكتب والفرسيين يدنون منه يعني هم عايزين يروحوله هم مشتاقين يعودوا معا شايفين رجل بيرحب بيهم هو معلم كبير اول لكن هو بيرحب بيهم الفرق بين يسوع والكتب والفرسيين هو ان الكتب والفرسيين عمان يقولوا يعني هكذا قال الانبياء هكذا 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 فكان التعليم نفسه جاف فالناس كان بتونفور من التعليم ده لكن يسوع كان بدل حب كان بيقدم التعليم الصحيح يعني هو قدم كل التعليم الصحيح للتسامرية يعني ما كسرش الحق بس الفكرة انه قاله بقبول فبالتالي هي قبلت ما كسرش الحق مع زكة لكن قبل هو روح الحب بروح الوداعة بروح المحبة بروح القبول القبول والحب ده هم اللي بيغيروا الناس لكن بقى الوصاة الصقيلة ونتعال على الناس وانت مختلف وانت مش تلابس زينا وانت شكلك مش زينا قوات كتير يعني المؤمنين مش بيقبلوا غير لشبههم طب امتى هيبقى شبهك هيبقى شبهك لما تقبلوا هيبقى زيك لما تقبلوا هي عملية التلمزة هي عملية لمشابهة انه انا شبه المسيح وهو بفروض يبقى شبهي فعشان كده ميقول تعلموا مني لانه وديع متواضع القلب بيقول بوليس نفسه بيقول انه نتمثل به كما هو بالمسيح طب ازاي ما لازم ناخد الشخص اللي تحت ده ونرفعه العملية مش عملية تعالي وعجرافة على الناس هنستاذي انك اخد مكلمة سريعة من الاخ صديق يوسف من الونوي اتفضل اخي يوسف اهلا بيك شخص امير اهلا بيك اتفضل امرحب ضعيفك الكريم شكورك الشخص امير بالنسبة لك كلمة هنقصدك شوية اخي يوسف عشان اسمعك بس بالنسبة لكلمة استعملتها كلمة ابن فالابن مو ييجي من ناحية زوج واحد واحد لا مثلا نقول انا ابن العراق انا ابن الرافدين والمعلم يقول للطلاب مالتو يا اولادي فلاكو حالة ولادة من غير زوج لهذا السبب نسمي المسيح ابن الله مو معناة الاله اللي نوم بي زوج اله ثانيا لا هذا والقرآن نفسه ايضا المسلمين الأخوة المسلمين ما يعرفوها صورة النساء يقول عيسى كلمة الله يلقاها الى مريم وروح منه يعني سيد المسيح مثل ما تصدر كلمة مع الاله وايضا روحه هو يكون شاكر جدا شكرا أخي يوسف ربنا يبارك في يحن أربعة أربعة وثلاثين وخمسة وثلاثين أي حلو أول قال لهم يسوع طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عنه أما تقولون أنه يكون أربعة أشهر ثم يأتي الحصاد ارفعوا أعينكم وانظروا الحقول أنها قد بيطت للحصاد صدر لما يقول المسيح أن طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وده كلام أبعد هما جابوا له أكل قال لهم أنا خلاص شبيعت ده طعامي يعني ليه بيستخدم كلمة طعام هو يعني ماذا يفعل الطعام في الإنسان الطعام هو الذي يجعل الإنسان يعيش أو يشبع بالضبط يعني حتى مثلا لم ييجي حد قارب الموت ولكن ده أطع الطعام أطع الطعام يعني قلص بيسلم نفسه بلموت فعايز يقول إن كسير الحياة السبب اللي مخليني يعيش هو أن أعمل مشيئة التي أرسلني هو ده اللي بيجري في دمي هو ده اللي بيدعمني هو ده اللي تشبعني ده اللي بيشبعني وده الفيتامين بتاعي ده اللي بيقويني ف يعني طول ما أنا بعمل مشيئة ها التي يرسلني هي قوتي في كده بيتاميناتي في كده طعامي كده غزائي في كده. لكن مش إن أنا موجودة على الأرض عشان أعمل مشيئتي أنا. لو بتعلم من إنسانية يسوع. بفاهم كويس قوي. إن أنا مش موجودة عشان أعمل مشيئتي أنا. وده اللي عمله يسوع لغاية البستان. ونشوف إنسانية يسوع في البستان. إن عنده مشيئة. إنه يعني يتشال هذا الكأس من الألم. لكن أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. شريعتك وسط أحشائك. لو الشريعة وسط الأحشاء. جوه الرغبة. الأحشاء هي الشهوة الرغبة. شهوة قلبي. لأعمل مشيئة الأرسال. لو شريعة الله وحياة يسوع جوه المؤمن. هيعرف إزاي يعمل مشيئة الأرسال. سؤال مهم. يعني هم بتكلم إن هدف المسيح. إنه يعاش قدامنا كإنسان. وجاب تلاميذه. نعم. زي مثلا ما بيقول في مرء استراتة 14 دعاهم ليكونوا معه عشان يشوفوه. عشان يتعلموه. عشان يقوزيه. ويرسلهم ليكرزه. نعم. طيب عايزين نفهم التلمزة. ما هو درس دروس عمليه أو الهدف من عملية التلمزة. عملية التلمزة ليها وجهين. طيب. لما نقول إن المسيح دعاهم بحسب مرقص ليكونوا معه. رقم واحد يكونوا معه. يكونوا معه وبعد كده يرسلهم. لما الرب يتكلم مع سموئيل في يوم من الأيام. قاله املأ قرنك دهنا. وتعالى ارسلك. أكون معاه الأول. يعني أنا بقعد في خلوتي. بقعد في عديتي قدام ربنا. وبعدين لما بيكون معاه قعد ومعاه تلات سنة وتلت. وبعدين أربعين يوم. يكلموا عن الأمور المختصة بالملكوت. عمل عمليه التعبئة. في الأول. فالتلميز يكون الأول معاه. هيحصل الأمر له وجهين. الوجه الأولاني. إنه ينمو في معرفة الرب يوميا. فلما دعاني يكون معاه. أنا معاه. يبقى أنا بنمو في معرفة الرب يوميا. في يوحنى 17 ثلاثة. بيقول كده. إنه هذه الحياة الأبدية. أن يعرفوك أنت. الإله الحقيقي وحدك. ويسوع المسيح الذي أرسلته. معناته إيه الكلام ده؟ معناته إن الوجه الأول لعملية التلمزة. يعني أنا عندي تلميذ. بس لازم بفاهم كويس قوي. وأنا بتلمز التلميذ. أنا كيان تلميذ. التلميذ هذه مافاش خارجين عبدال طلعو عمر تلميذ. عبدال طلعو عمر تلميذ. فأني كتلميذ دي المسيح. وعندي التلميذ. بيتلميذ وتلميذ. فالعملية مستمرة. إنه أنا كمان بنمو. وهو كمان بينمو. وبيعلم اللي تحت منه ينمو يبقى هنا العملية عملية ايه نمو في ايه نمو الأولاني الوجه الأولاني نمو في معرفة الله يوميا استمر على طول طول عمر لكن بعض الناس تقولك ايه انا خلصت الانجيل لا ده نمو يومي يعني القداسة ان الله قدوس انا باخد من الله المحبة بنمو في معرفة الله المسيح الذي ارسلته اللي هو تم عمل الفداء تاني وجه هو النمو في الشبه النمو في الشبه شبه يسوع يوميا وانا بيعجبني اوي الكلام المكتوب عن المشابهة المرتبطة بالقصد في روميا 28 و29 روميا 28 و29 بيقول ايه النص الاولاني من الاية ده محبوب اوي للناس رونا الاية الاول الاية بتقول نحن نعلم ان كل اشياء تعمل معا للخير لذين يحبون الله ده عمر محبوب اوي للناس لكن بيقول ايه مين دول الذين هم دعوون حسب قصده اللي مدعوون حسب قصده دون مين الذين سبق فاعرفهم سبق فاعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه لو قلنا عدد 29 وبعدين عدد 28 هنلاقي ايه هنلاقي المعينين عشان يكونوا مشابهين صورة ابنه هم اللي عارفين يحققوا القصد فمثلا اقول ايه مقول انا تعلمتها ان القصد من الشيء هو اللي بيحدد شكله طبيعة الشيء فدي ندارة القصد من الندارة هو اللي حدد شكلها وطبيعتها فلما نقول ان القصد من الندارة ده حدد شكلها وطبيعتها طول ما هي في الصورة هتحقق القصد فاتكلم عن الكنيسة كتلميذ للمسيح ان هم يكونوا على الصورة صورة المسيح الانسان عشان يحققوا القصد لو هم على الصورة اللي كان فيها يسوع على الارض من محبة وقداسة وقبول للاخر وكرازة وتلمزة للاخر لو هو على الصورة الكتابية اللي جي المسيح بيها وسبهلنا على الارض بقوة الروح القدس نعيشها طول ما احنا على الصورة هنقدر نحقق القصد الندارة دي موجودة على الصورة دي بتحقق القصد لو اتقسرت الندارة اتغيرت الصورة لما تتغير الصورة تبقى ماشي عكس القصد يبقى بدل ما تخليني اشوف كويس تعميني فعشان كده لما كنا مثلا نروح للنجار نقول له عملنا ترابيزة اول حاجة اقولها لك هتستخدمها في ايه هتستخدمها في ايه ده بيحدث الصورة القصد هو اللي بيحدث الصورة ليه لان ترابيزة التلفزيون غير ترابيزة الشاي غير ترابيزة الصورة طب ايه القصد لنا القصد هو ان احنا نحقق غرض الله من وجودنا على الارض فالقصد ده موجود ان المسيح نفسه كل الكلام اللي هم نقوله في الحلقة دي بين قوي قصد المسيح قصد المسيح الفداء ان يفدي العالم وقصد المسيح من خدمته على الارض ان يوصل الفداء ده للعالم سب كنيسة تعمل ايه ان الفداء اللي عمله ده لازم يوصل للعالم مش قاعدين يدرسوا دي المسيح من عمنابله بس لكن قصد المسيح من الكنيسة لما قال كده دوف علي كل سلطان فاذهبوا الى العالم اجمع اكريزوا بالانجيلي الخليقة كلها فالنمو هنا نمو في الشبه لما نمو في الشبه هعرف حق الاصل شبه ايه شبه يسوع نفسه حياته على الارض حياته على الارض في محبته في قداسته في قبوله للاخر في كراسته في تلمسته في الطريقة اللي بتعامل بيها كوديع ومتواضع القلب طيب ده الهدف الاول من التلمز ايه الهدف التاني الوجه الاول النمو في معرفة الله يوميا الوجه التاني النمو في الشبه فعشان كده لو اقول الهدف التاني له عدة اوجه الوجه الاول ان يعلن ويقدم المسيح للاخرين اللي حواليه حتى افراد عائلته اول ناس مفروض نكون بنقدم لهم الرسالة اهم ناس هم تلاميذنا اللي في البيت ولادنا فلقول الغرض الرسالة لها اكتر من وجه لما اقول الوجه الاول التلمزة انمو في الشبه وانمو في المعرفة الهدف التاني الكرازة الهدف الاول من الكرازة او الوجه الاول من الكرازة هو ان انا بعرف ازاي اقدم ده للاخرين مبتدئ بافراد اصغتي فنقول كده في اعمال واحد تمانية يقول كده لكنكم ستنالون قوة متى حال الروح القدس عليكم تكونون لي شهودا اولها ارشاليم اليهودية السامرة والى اقصى الارض فلو اقول ان الرب عايزنا نوصل من بيتنا لو حياتي مش كده يبقى انا محتاج اراجع نفسي الاية الكاتت في متى 15 بتقول كده فاليودة لنوركم هكذا قدام الناس كي يروا الناس اعمالا فيمجدوا اباكم والذي في السماء وفيه فرق من يروا الناس اعمالنا او الناس تعلمنا فاحنا مش طالعين نعلم لكن طالعين نعيش بحياتنا كسورة فده اللي عمله الرب وده اللي قادر يوصله الرب ان الوجه الاول يعلن المسيح للاخر مبتدئا بافراد العيلة الوجه التاني ان يعلم ويتلمز الناس اللي بيقودهم للمسيح فانا بعلم بحياتي وبعلم بكلام فحياتي دي ما ينفعش اتكلم عن المحبة انا مش بعيشها انا بعرف ناس اتكلم عن المحبة والناس قاعدة تحت تقول ايه يعني ابتدي بنفسك يعني ابتدي بنفسك عشان كده الحاجة الاولانية لازم اكون بعملها في الرسالة والكرازة اللي بقدمها كرازة حياتية الناس تشوف زي ما المسيح عايش الكنيسة تعيش فتشوف الحاجة التانية تتكلم بقى يعني المسيح عايش وتكلم والكنيسة لازم تعيش وتتكلم مش تتكلم بس فهذا الكلام محتاج ان انا بقى فاهم ان انا بتكلم بسلطان وقدر اوصل لكل العالم شكرا جدا اسيس ماجد على وقتك معنا ومشاركتك وحماسك ربنا يستخدمك بركة للكنيسة وكمان كربنا نموذج للقسوس والخدام فيشوفوا فيك يسوع ويتعلموا منك اكتر ما يسمعوا من الكلام شكرا ربنا يساعدنا نعارف الموضوع صعب ومش سهل لكن دي الدعوة بتاعتنا ان احنا نتشبه بالمسيح كانسان عاش في وسطنا نعيش زيه ربنا يساعدنا كلنا نطلب من الروح القدس يساعدنا حتى نعيش الكرام الكبير رب معكم تلميذ للمسيح الوديع القدوس المتوضع القلب مؤمن مكرس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة